أهلنا لكم صبيحة اليوم على الموضوع الرئيسي الطبي اللي رح نعلجه صبيحة اليوم وهو أمراض الورك الكتف والركبة أيضا والطب الجزائري في مواجهة هذه الأمراض باش نقشو هذا الموضوع يسعدني ويشرفني أقول أن أستضيف البروفيسور إلياس أيت الحاج رئيس الجمعية الجزائرية لجراحة الورك والركبة وأيضا مرحبا بك يلا صبح الأنوار عليك صبح النور الأخ يوسف بداية شكرا لك على قبول دعوة البرنامج من أجل فتح هذا الموضوع مع المشاهد الكريم أنا اللي نشكركم على هذه الدعوة ولي شرف كبير لإستضافة دي في الستوديو تاكم وأشك فتدعوني شرف كبير لإستضافة شكرا إذن بداية نحب أن تعرف إياك على الجمعية الجمعية اللي أسسناها هي الجمعية الجزائرية للجراحة الورك والركبة والجراحة بالمندار هذه الجمعية أسسناها في تلت سنوات الهدف تحها هو التكوين التكوين تعليجون شيروجيين والتكوين ما محنا أستيدا نتكونوا معهم في مجال المفاصل الإصطناعية للورك والركبة والجراحة بالمندار هذه الجمعية أسسناها من 2020 فيها أساتي دا سيدي جون سيدي جون بروفسور سيدي جون شيروجيين ورانا في العدنين في دغوط في كل عام نديرو فيها ملتقيات على حال الفورماسي جميل جدا ترق إلى موضوع مهم جدا ويهم كل ناس وهو جراحة الإصطناعية للورك والركبة ماذا بيا نعرف مستوى الجزائر في هذا النقطة تحديدا في طب وجراحة الركبة والورك الإصطناعية الجزائر الحمد لله حمد لله في دغوط في صفحات الوجودة مرتبة في جزائر الحمد للنسبة للإصطناعية حمد للمفاصل الإصطناعية كما نقول نحن بسيطة الترجمة للحمن مستوى الجزائر المشكلة التي عندنا في الجزائر المشكلة سيكون للمبض المرضى عدد المرضى كثير 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 جدا وعلى شهد المرضى رهو في زيادة مستمرة دائما رهو في زيادة لأننا عندنا لو تشوف الإحصائيات فقط اسمحني انقاطعة لو تشوف الإحصائيات لقاها دائما في ارتفاع وفي زيادة رغم كل حملات تحسيسية ورغم من المستشفيات اللي رهي تبنى في كل مرة والأطباء اللي يتخرجهم الجامعات الجزائرية إلا أن الوعي عند المواطن الجزائري ربما ما زال نقص في هذا الشأن التحديد لماذا بالنسبة لك تشوف زيادة مستمرة في هذه الأمراض عند الجزائريين هي زيادة مستمرة هي جاية على الجل السيديزون أنديميك نحن الجزائر عندنا بزاف الهضبات والجبال والمرضى الريوماتيزم هو اللقاوه عند هذه الفئة من الشعب والمفاصل الاصطناعية نحطهم بزاف عند المرضى اللي عندهم الريوماتيزم عندهم الريوماتيزم اللي يلحقوا ستين سنة سبعين سنة ثمانين سنة وإن لازم لهم مفصل الاصطناعي وما ننسوش بالجزائر راه بلد عظيمة راه ستين مليون لخمسة وستين مليون ما شي عشر ملايين ولا عشرين مليون والمفاصل لحنا عدنا واحد عشرين سنة ولا ثلاثين سنة اللي بدنا نحطهم ما شي كما البلدان الخارجيين يعني هم ستين سنة ويحطهم دوك الحمد لله راننا نقصهم من العدد المشكل سيكون المفاصل الاصطناعية يتحطوا غير في المستشفائيات الكبيرة مش من حيث الكمبيتنس من حيث المبلغ المفصل الاصطناعي مبلغ كبير جدا يكلف جدا يكلف يكلف كاد المريض مسكين ما يقدرش يروح للعيادات الخاصة يديرها هناك مرضى اللي يقدروا يقدروا على الأغلبية تمانين بالمئة على المرضى ما يقدرواش يروحوا يديروا في العيادات حال تكلف أزعماء بين البين كمبلغ يعني مفصل الاصطناعي تعلوارك بين خمسة وثمانين مليون سنتين هذا يكون عنده وحدة يكون له عنده تنين رح يفايف تنين والأغلبية المرضى لازم لهم زوج وارك وزوج مفاصل أربعة طيب معدل نجاح هذه العمليات في الجزائر هل تنجح مئة بالمئة تسعين بالمئة هكذا بش نطمنوا الناس أيضا لما يتشوف فينا أنا نقدر نقول لهم بكل اختصار المفصل الاصطناعي هو أحسن اختراع لداروه في الجراحة العظام هنا بالفرنسية سيتون شيروجي قانيونت كنديروا مفصل الاصطناعي نقدر نوعدك بالتسعة وتسعين فاصل تسعين بالمئة كل مريض راح يندم على المرحلة اللي جووزها بالمفصل الاصطناعي العملية ناجحة يعني هكذا بش كل مواطنين العملية ناجحة اللي عندهم الحالة روي طمنكم بلي العملية ناجحة من ذلك الحمد لله الحمد لله بكل توفيق إن شاء الله إن شاء الله نرجعوا إلى ضشاط الجمعية أيضا اللي تقوموا به دائما وأبدا في إطار الدعم وإطار فتح المجال للشباب والجراحين الشباب هل كين إقبال من طرف الشباب اللي تخرجوا حاديثا من أجل تطوير نفسهم من أجل تقديم خدمة يعني ترقى إلى مستوى تطلعات المواطن الجزائري الأخي يوسف نختصر لك بك كيف نختصر لك كيف حنا الجمعية أسسناها الأبجيكتيف تعال الجمعية حنا كيكونا دي جون شيروجين كيكونا صغار دي جون شيروجين أنا نقول الحمد لله الحمد لله يا ربي بلت لا فورماسون تعدت في الجزائر الحمد لله من هناك بزاف جراحين اللي داروا لا فورماسون تحهم خارج الجزائر حبي يقول داروا تسكي تخوماتوا تسكي أرجنس حبي يقول هذا مكسر هذا الله يبارك متوسكي مفاصلة إصطناعية احنا شفنا بلي ما كاش عندهم الفرصة إلى الشانس باش يشوفوا البروتز في التخصص تحهم دك حنا يا خيرنا هاد التخصصات تعل مفاصلة إصطناعية والجراحة بالمنظر بسكو شفنا بلي لا فورماسون لا فورماسون في الكورسوس تحنا في القراية تحنا ما كاش هاد التخصصات بكونا كخي هاد الجمعية باش نديروا تفضل الخدفات سقسيتني على لجون شيروجين نقدر نوري لك في التواصلات الاجتماعية لا يقولوا لنا نشكركم نشكركم أنا نقدر نقول لهم احنا اللي نشكرهم اللي رام يجون عندنا الجمعيات احنا اجل طوال بسكو أنا أنا أعود بله من كلمتنا أنا أستاذ جامعي بلا مزيتي بلا مزيتي نلحق الميساج للي جون شيروجين وانا بدأتي انا بدأتي وللطاق متاعي تعل صاقة ارانا نتعلموا معاهم حبي يقول حنا يا شفنا دي جون يعرفوا خير منا وشنا رام خبيين مساكن لك احنا يجبناهم للجمعية يسون تخين دو كوميونيكي رامي بيبليو معنا في الانترنسونال وحنا ديكوفريناهم سيختوا 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 بالجراحة بالمنضار ودائما هذا في إطار تقديم وتقدم بالطب والصحة العمومية في الجزائر نقطة أخرى نحب أن نفتح معك أستاذ ليس ودكتور بروفيسور لك حاضر معنا صباحة اليوم وهي معاناة المرضى في قوائم الانتظار دائما نشوف المعاناة والناس تشكي من هذه النقطة تحديدا علاش دائما في قوائم الانتظار وعلاش يطول الموضوع سؤال حساس سؤال حساس نهضر لكم بالمستشفى التاعي أنا المستشفى التاعي في بنعكنون 22 سنة وأنا في بنعكنون المفاصل الإسطناعية لازم تعرف بلليحنا المستشفى يشري عدد من المفاصل في العام في العام يشريهم أقول تعرفوا اللي مخشي يقدر ونجيبه في العام احنا نشره في بنعكنون نشره بين 500 و1000 مفاصل إسطناعي في العام بنعكنون كي نقول له التاريخ بنعكنون تأسس تأسس في التسعينات كسيرفي صغير كان سيرفي صغير للسكتور تعب بنعكنون حبي يقول بوزرية سيدي يوسف برخادم السكتور لحد الآن رأنا في الجزائر 6 ملايين و 500 نسامة في الجزائر حبي يقول المرضى قاع في الجزائر عم يجوه البنعكنون يحوسوا على المفاصل إسطناعية وهذه العوامل الآخرين قلت للجزائر بكلها 48 و 58 و 50 ولاية ولو قاع يجوه البنعكنون باش يديروا مفاصل إسطناعية نعطي لك هذا عندك انتايا 500 بروتاز 500 في العام أنا القائمة تاعي القائمة تاعي لامي السنوعة تاع المرضى تاع المرضى القائمة تاعي عندي 480 مرضى أنا وحدي حنا في بنعكنون أنا 12 جراح مع الرئيس المصلحة بروفيسور مصطفى يعقوبي كجو ساليو مننا بس كو سينبوسي غا سالوي لانا نسهلو في البروتاز ذو كل مرضى يجي عندنا ماذا بياندي البروتاز ما يجي عند أخي يوسف لازم له بروتاز حبي يقول قاعدنا قائمة واش درنا هادو ما قاعدنا في قائمة وحدة والأشاك فان نكلموا لي مالات نقول له أرواحك بروغرامي بالثلاثة راك بروغرامي بالاربعة المشكلة اللي عندنا في بنعكنه الأخي يوسف عندنا الاستعجالات حبي يقول ما ميديك واحد ذو كام فراكتوري في الباصن لازم له بروتاز حبي يقول هذا راح يدي بلاس اللي راوي سنة عنده عامين مشكلة حاجة مستعجلة تقول قاعدنا مشكل كبير مشكل كبير مع القائمة للأسف الشديد إن شاء الله ينحل هاد إن شاء الله يا رب نروحوا إلى التكفل بالمريض من أي جانب تقدروا تكفلوا كجمعية بالمريض حنا الجمعية تعنا لازم تفهموا حنا ماشي جمعية خيرية جامل نروحوا إلى المستشفى داكر المستشفى من أي جانب يتكفل بالمريض تحديدا المستشفى وشنو هي خدمات خليني نقول اللي يقدمها للمريض حتى يوقف على رجليه ولا حتى يروح لداره حنا في المستشفى حنا المريض كي يجي في الحال استعجالات حنا الافونتاج اللي عندنا في المستشفى تعنا المريض ما يستناش وإلا المريض استنى العملية حبي يقول هو اللي تاكلينيك تاعه إلا عنده مرض في القلب وإلا عنده مرض في السكر عنده لازم نوجدوه للعملية المريض غير يديل العملية يومين ثلاثة ياما رهوا في المنزل وماتير دو بروتاز نتكلم على تكون متابعة يعني مورو العملية بانسر نقول للمفاصل المريض كي نلولو عملية اليوم لازم يديل في بالو بلي غدوة يمشي المريض كان بزاف يجاب لوربي كي دير عملية أحير يحتل شهور مكسل لا لا المريض كي نلولو لابروتاز غدوة من ذاك رهو يمشي ومعلك المتابعة 21 يوم شهر شهرين حتى يلحق المريض ست شهور ولا عام ونحن نقول له الحمد لله المريض نقول له قد تجي شاك عام ولا شاك عامين كان متابعة بانسر الحمد لله يا ربي وبالتوفيق أيضا نرجع إلى نقطة مهمة جدا ربما وهي تبادل الخبرات مع مختلف الأطباء في العالم هل هناك احتكاك مع أطباء ونفو انترنسونال باش ربما نشوفوا مستوى الجزائر وطبع الجزائري والرواصل باش نقارنوا رواحنا بالعالم ورنا موجودين أيضا لو كان نقدر بالسؤال أسكن نقدر نتكلم على الملتاقين عندنا غدا إن شاء الله فضل احنا الجمعيات عندنا ديرين في كل عام ديرين سكن نرأل ملتاقى سنوي وبين الملتاقى سنوي ولملتاقى سنوي ديرين الملتاقيات ما بين الاسبيسياليتي أحب يقول احنا عندنا دي زمي دي كوبان دي كوليك سحابنا في فرنسا في بلجيكا في إسبانيا في تونس في المغرب احنا نكلموهم ويكلمونا وندلوا ملتاقيات غدا إن شاء الله لنا في الوديس عندنا ملتاقى حول الجراحة الكتف بالمنضار الجراحة الكتف بالمنضار أخي يوسف اذا نكون على بالك بي في الجزائر ناقصة 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 بزاف وعليش ناقصة وشنو هي الأسباب بس كول ما كاش لفورماسون في الكورسيوس في القراية الجراحة الجراحة الكتف بالمنضار الجراحة الأغطوبيدي فيها خمس سنين ونص خمس سنين ونص ما فيهاش لفورماسون بالمنضار وهذا قد وان شاء الله يكون سيجي تاعل نكون فيلونس تاعل البروفيسور رئيس مصطحى مصطفى يعقوبي راح مدى به يدخل هاد لفورماسون في الكورسيوس تاعل غزي دانا دوك احنا يا هاد الجراحة في الجزائر كأنو كنو نحضر بعاولة خمسة نقوله عشرة جراحين اللي يلم يتخيز التكنيك وشنو المشكل وين راهو في العيادات ما كاش في المستشفيات في العيادات الخاص وهدو ما اللي يديرو في العيادات الخاص بش تكون على بالك سيدي سيدي شيروجا سيدي زامي اللي راحوا هوما بدراهمهم تخصوا في الخارج وجاو وميخدموا في العيادة تكاليف تحق غالية بزاف أنا بإذن الله الجمعية اللي درناها وهدو اللي نديروها غدوة باش الأطيباء يوليهم يديروها في المستشفيات باش ننحو المرضى اللي يروح مساكن راه يدير خمسين ستين مليون العمالية دو باش نعودون ندخلوهم من شاء الله للمستشفيات المنطقة اللي عندنا غدوة كاين كاين دي شيروجين كاين فرنسيين أم جايين كاين من الإخوة من تونس الأم جايين هل الغدوة اللي فورماسون فيها يومين نديرو نهار تيوريك حبي يقول سيدي كونفيرنس والدوزيام جور نديرو الجيرحة مباشرة حبي يقول كاين دي شيروجين رهون فرنسي وحنا كاينين يكيب رهنا نديرو في العماليات وكاين تبادل لكيسيون أنا موبرو وكاين نمسكسوفينا دو بإذن الله غدوة اللي تمتع غدوة سي الجيرحة تلكتف بالمنظر إن شاء الله يطور هذا المشاكل في الجزائر نرجع إلى المريض ربما أو المواطن اللي رأوا يشوفينا في هذه الآلاتنا دائما يكون عندهم التخوف وقلق خاصة كبار السن كما قلت اللي هما يحتاجوا الفئة الحساسة اللي يحتاج إلى هذا العماليات نروح إلى فئة كبار السن شكون هما الناس اللي ممنوع عليهم أنهم يركبوا بروتاز ولا يامس محن الجامعة خاصة أن الناس اللي ما يكبروا في السن يكون عندهم أمراض مزمينة وغيرها من الأمراض نقدر نقول لك الأخي يوسف بلي الحمد لله يا ربي رانا في 2023 نقدر نقول لك بلي ما كاش حاجة خطيرة ما كاش حاجة اللي تمنع المريض باش يدير باش يدير المفصل الاستيناعي ما كاش ما كاش حاجة صف نقولوا لي عنده قلبه مريض بزاف تسعين سنة مية سنة وما يمت تسعين سنة مية سنة ما عندناش حنا للضروة إن العمار بأي دي الله نحن نديره العملية نشوفه مع الطبيب الإنعاش يوجد لنا المريض هو اللي يعطينا الفوفير يقول لك تسعين بالمية تعال كبار السن تمانية تسعين مية مية وربعة مية وخمسة نديره لهم العمليات ما كاش كونت خانديكاسون أبسولي ها قدارك طمنت كل مرحبا بيهم شكرا لك فقط نقطة من خلال الحديث قتلي نتيجة إلى التضاريس وطبيعة الجزائر اللي تخلي هذا المرض في زيادة مستمرة واشنو هي الأسباب الرئيسية اللي تؤدي إلى أمراض الوارك والركبة هي كاين وكاين حافز إريديتار ويراتي كاين حافز ويراتي حاب يقول في العائلة ولا كاين واحد اللي عنده مرضة الريماتيزم ماشي مئة بلمياه ما كاين في العائلة كاين حدير مرضة الريماتيزم وحنا المشكلة في الجزائر ولاش الأخ يوسف احنا الشعب مديروش رياضة صح مديروش رياضة نقدم نقول لك أي لي مارس الرياضة حين نقص خمسين مئة من أمراض مرض القلب مرض السكر والمرض ولمرض الريماتيزم نقدم نقول لك بلي أنا ونت لحقوا ستين سنائن نحن نديرو أردرز نحن نديرو هي شاشة العظام مثاله تحليو كنديرو الرياضة ونديروا السباحة ونديرو لهادة لاجتخوز فما تحقش لبروتاز ولا جيت أوباز وسمين ومدلش لليزيفور باش تنقص في الميزان هتلحق لبروتاز للأسف الشديد وحنا دائما من خلال برنامجنا ما نشجح الناس على مبارسة الرياضة باستضافة مختلف الرياضيين في البرنامج كمارا نستضيفه مختلف الأطباء اللي راكم تنصحوا دائما المشاهدين والمواطنين وركم تواعوهم أكتر وأكتر طيب نجعو إلى فئة الشباب اللي مارسوا الرياضة فتلقى أحيانا شباب يقول كنا ما نروحش ندير العملية لأنه لو ندير العملية راح تمنعني من مزاولة وممارسة نشاط الرياضي المعتاد وش تقدر تعلقنا على هذه النقطة؟ أسمح لي فيخلي روحه ربما يعاني بآلم ويعاني من مختلف النقاط في رجله ولا في الورك دياله ولا وما يروحش يدير بروتاز يخاف على مستقبله ولا كين رياضة من رياضة أنا كما نقول لك أنا شوي داكوك أفك سيختان شباب كين رياضة من رياضة كين رياضة وين المريض لازم ديروا العملية فريكزم كما نقولو الليغة مكوازي الليمينيسك كيكون السيجي شباب صغير لازم يدير العملية صغير بلا فهم عارق لكم فهم داكو نفهم في الركبة 34 سنة 35 سنة للتحت صغير فوق 35 سنة عارق كبير هدي في الركبة سيكون نابل ان لازون ديجينيراتي فحبي يقول سيبان لازون تخوماتيك دو كابا صباح او يدير الفول او يلعب كرة القادم فعمرو عشرين وعشرين سنة يطيح يدير مينيسك لازم له عمالية لازم نخيطه المينيسك باش ما يكملش فوق 35 سنة هذك المينيسك خدم خدماتيه حبي يقول يلدوين ديجينيراتي فحول الفيزيولوجي نورمال دو كام الرياضة من الرياضة انا كاين انغونتا ثلاث بل كاو يشوف فينا نحييه سياسين سي هو سيت انغونتا ثلاث للايكيدو يون بلوس هو بلاتو وراه انسينيو وراه شيخ تاعة للايكيدو او كما جاء بمضاليات جاي شافني قال لي الياس قال لي تعيش يارفني قال لي الياس قال لي عندي مشكل في المينيسك ومانيش حي بندير عملية بسك عندي كمبيتيسون دون دون كين جو خمس عاش نيوم ولا واحد عشرين نيوم قلت للايكيسين قلت لهم ما دير هاش صح راك فطابي راك فطاطامي دير الكمبات تاعك والتبلوك كيفاش نديرو الحمدولله دمنا له العملية والحال الحمدولله حبي يقول حنا مده كين مرضى وينقول لهم نديرو لكم العملية وشنو باركزمول لك دير كورة القادم ما ديش كورة القادم دير فوتينك دير بدل الرياضة كون ابالي سبور الوش يحب دير فوتينك دير ومستخدم دير الفوتينك دير ومستخدم دير وش يحب كله يزبان دير دي رياضي من رياضي طيب نروحوا إلى فئة النساء تحديداً للمدير عملية هل ربما المرأة لما جاء رح تحملوا ولا تقل ليكون فيها ما يأثرش على البروتاز ولم يعملهاش حتى مشكلة في الجسم هذا سؤال يسقسونا بزاف عليها النساء يكونوا قبل الحمل أسكن قد نطيحوا بالحمل أنا نقدر نقول لهم بلي بيانو كونت خيخ المريضة اللي ما عندهاش لبروتاز وطيح بالحمل رأوا عندها مشكل نهار زيادة على تقل عندها مشكل من تغيش تحلرج لها من تغيش فاركون كينديروا لبروتاز ما كان حتى مشكل المريضة تولي حياتها عادية تولي مرأة نورمال كشو ما دارش عملية تقدر طيح بالحمل تقدر تزيد نورمال لبروتاز وشنو؟ لبروتاز تعدوك بسو كان بزاف لبروتاز هنبروتاز اللي نحطوها دوكا يعطوها سكون رابالي لبروتاز دوبل موبيديتي فيها الزوج ما فاصل حبي يقول البكري عندنو له 15 سنة المقبل كان المريض كيندلولو برووتاز نقول له فو باتريح في الارض يفو تبدل شكل مرحاض لازم مرحاض انجليزي بتقدرش تصلي ما تقدرش متنو بلا برووتاز المرضى يديروا الرياضة يديروا الرياضة يعني يطور حتى المجال بانسير النار في 2021 أنا وش نقول للمرضى كيندلهم لبروتاز يقدروا يديروا حاب يقول يدير وش يحب برووتاز حياة طبيعية شكرا لك سيد ليس أي تلحاج هل عندك إضافة في هذا النقاط تحديدا بمفتوح لك والكاميرا أبهبك أنا نقول لك الأخي يوسف حنا كي أسسنا الجمعية هذه الأسسنا الجمعية صراونا مشاكل صراونا مشاكل مننا ومننا علىه بس يقول لك حنا يا هنا دي أستيدة صغار يقول لك كيفش للأستيدة صغار داروا جمعية بلا ما شافوا الأستيدة الكبار أنا نقدر هم يتخبوا أمور الباب تعي يقول لك لدوار دي ناس شيخ أنا كاش مشكة احنا نقادروا الكبار تحكين تنقصوا نابل لدووار دي ناس هدو ما الشيخ تعنا لمرحبا بهم وش داروا تنقهم للشباب أنا من هاد الستوديو نحفز قاع الشباب باش لي عندو إيدي في رسو يطهر الله يبدأ أنا تلاقيت لو كافة الكوليس معا مع الشباب هيدخلوا دوك هيديروا الوديوفيزيول بارك الله فيهم سيدي جونز اتوديون يسون تراني دوك دوك أنا نقول لكل شباب طبيب كان أو نبتا اللي عندو إيدي في رسو يطهر الله يطهر الله يطهر الله على ربي ويخدم على رسو جميل جدا وكلامك محفز ورائع أستاذ الياس بروفيسور في جراحة العظام أقول قسم رئيس الاستعجالات بمستشفى بن عكنون ورئيس الجمعية الجزائرية لجراحة الورق والركبة والجراحة بالمنظر هكذا باش من نساش النقاط كامل شكرا لك مرة أخرى سيليا سمى الآن